بيعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طرق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد قليل ويعلن أسماء الأوائل بثلاث شعب ومن المقرر أن يقوم بالاتصال بأوائل الثانوية العامة لإبلاغهم تقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية على ما حققه أبناءهم من نجاح وتفوق في امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 موجها الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي أكد وزير التعليم أنه سيتم إتاحة النتيجة لجميع الطلاب في الساعة الثانية ظهرا على موقع الوزارة ومن المقرر أن يوجه الدكتور طرق شوقي رسالة ستبس مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة ألف مبروك لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة وإن شاء الله النتيجة تكون مرضية ومفرحة للجميع وبفكركم للي مش عارف يوصل للنتيجة أو عنده في أي مشكلة في النات يكتب لي في التعليقات للفيديو ده الاسم والشعبة ورقم الجلوس وإن شاء الله بساعده في النتيجة وفي الختام في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته